هو الدمار كل ما تبقاها هنا وما يزال قائما منذ سيطرة القوات الحكومية على قضاء الفلوجة عمليات الإعمار التي تتحدث عنها السلطات الحكومية لم تصل إلى مخازن الكتب في منطقة الجغيف الأولى في قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار المخازن التي كانت تمد القضاء وما حوله بالكتب تحولت إلى مكب للنفايات وملجأ للحيوانات والأفاعي التي تتسبب بها لعي السكان أهالي منطقة الجغيف الأولى في قضاء الفلوجة نعاني من مشكلة هذه المخازن المتروكة التي تحتوي حاشة سامع الكلاب السائبة العقارب الحياة الفران الجراذي كل شيء متوفر بها يعني الحياة والعقارب قاعد تدخل داخل بيوت مالتنا بس ردنا من الحكومة نطالب سونا هالمنظر شو في البشع هذا ورغم مراجعات الأهالي المتكررة لمجلسي القضاء والمحافظة إلا أن الصمت هو الجواب الوحيد مع فقدان الفلوجة مخزن توزيع الكتب فيها راجعنا للتربية والبلدية والمنكز المحلي طلبناهم عام ودل حال شوفونا راجعت أبو تربية يقول لان إن شاء الله ميمي يمن لأبو بلدية رحت على أبو بلدية يقول إن شاء الله من التربية جاءت راجعنا والمطاقين وحين مؤدي المطاقين وبين مخلفات وكل سنة تزيد أكثر جاءت نظف بيه ونجيبه ونشين المخلفات تزيد أكثر من بعد الأحداث التي جرت أثناء فترة وجود داعش تعرضت إلى دمار شامل مما أعاق العملية التربوية المكان لخزن الكتب والقرطاسية ما موجود فمعانات من جهتهم يقول مسؤولون في محافظة الأنبار إنهم ماضون بعمليات الإعمار للمباني الحكومية بحسب المرسوم لها إلا أنها لم تصل حتى الآن لهذه المباني التي وصفوها بغير الرئيسية وريثما تصل عمليات الإعمار لهذه المباني يبقى أهل الفلوجة معرضين لخطر الأمراض والحيوانات السائبة والتي لا تقل خطرا عن بقية الأزمات التي يمر بها العراق وتبقى عالقة دون أي حلول حكومية